تحية طيبة تحية عراقية حلوة إلك والرب يبارك حياتك وحياتك وفرحانين أنه فعلا نكون وياكم من خلال التأملات اللي نقدمها صلاتنا أنه الرب يكون فعلا وياكم ويبارككم ويحميكم بكل مكان أنتم موجودين بي نعمة الرب هاليوم راح نتأمل من سفر أعمال الرسل أصاح التاسع وبعض الآيات اللي موجودة بهذا الأصاح من ثلاثة إلى خمسة وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبخت أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني فقال من أنت يا سيد فقال رب أنا يسوع الذي أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس والعدد الستة مكتوب وفيما هو مرتعد ومتحير قال يا رب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل شاول الترسوسي مضطهد كنيسة المسيح رجل يحب الله وعنده غيرة على دينه ويعتبر أنه يقدم خدمة وعبادة لله بالاضطهاد للكنيسة وقتل المسيحيين وهو بطريقة للشام يكتل المؤمنين اللي موجودين بدمشق أظهر له المسيح المسيح ظهر إله في الطريق وحذره قال له أنت صعب عليك تحاربني وقت اللي شاول شاف نور العظيم بسبب هو كان في ظلمه هو شاف نور المسيح وسمع صوت الرب اتميز الاتجاه عنده عرف أنه هو وين وين لازم يروح وقع من مكانه التكبر اللي كان عنده والنتيجة كانت شتريدني يا رب أسوي وهذا السؤال بيدل على التواضع والانكسار والأعلان عن طاعته للرب ومن هاللحظة بدأ الرب يستخدم شاول اللي صار فولوس بقوة تيجي نسأل الرب بكل تواضع وطاعة شتريدني يا رب أسوي أنا جاهز أن أكون ابن وبنت مطيع إلك من هذا اليوم دعونا نبدأ صلاتنا بهذا السؤال يا رب يا سوء استخدمني استخدم يا رب أخوتي وخواتي اللي بيتابعونها علمنا يا رب أنه نسألك دائماً أنت شو تريدني أسوي أنت يا رب تقودني كسر يا رب الكبرياء اللي بحياتي موجود يا رب أنر بنورك يا رب سمعني صوتك بهذا اليوم لكي ما فعلاً أدخل المدينة وأنت ويايا باسم المسيح يسوع أصلي آمين آمين فولوس كان مضطهد للكنيسة وما قدر أن يضطهد الكنيسة ولا المسيح يجي يوم وتغير الوضع لتضطهد شعب الرب والربي باركك ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم